افتتح رئيس عبدالفتاح السيسي مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين وقد شارك في الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله وخلال تفقده لأعمال التجديد بالمسجد أعربى الرئيس السيسي عن تقديره لسلطان طائفة البهرة بالهند الجهودي واهتمامه الدائم تجاه أضرحة آل البيت هذا وقد قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية بحجرة تشمل مقتنيات الرسول عليه الصلاة والسلام ثم استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين من جانبه أوضح متحدث الرئاسة أن تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة وبما في ذلك الطرق والميدين والمداخل المؤدية لها لتتكامل مع جهود الدولة في تطوير مواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية اشتركوا في القناة